في عنوين ظهيرة قتلان في إشكال في النبي عثمان بعلبك وهاب من عرمون لتكثيف الأمن الوقائي في المنطقة وتستحق هذه المنطقة أن يجري الاهتمام بها أن يكون هناك في مركز للجيش دائم سرقة في قصر العدل في الجديد حلب تحت الغارات والجيش السوري يسيطر على مخيم حندرات كل تحيات وأهلا بكم إلى نشرة ظهيرة من قناة الجديد في بيروت البداية من الحدث السوري حيث على ما يبدو معركة حلب قد بدأت بغطاء جوي روسي وأحياؤها الشرقية الواقعة تحت سيطرة المقاتلين ترزح منذ الأمس تحت الغارات والقصف والحصيلة ناهزت المائة قتيل بينهم أطفال قضوا تحت الأنقاض وبالموازات تقدم استراتيجي حققه الجيش السوري بسيطرته على مخيم حندرات الفلسطيني شمالية المدينة بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل المقاتلة وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن سيطرت القوات السورية على المخيم يعد ثاني تقدم استراتيجي بعد استعادتها لمنطقة الكليات العسكرية جنوبي مدينة حلب قبل نحو أسبوعين محليا قتلان سقطا بالسلاح المتفلت في النبي عثمان بقاعا بعد إشكال على خلافات مادية وسرقت لافتة مسرحها قصر العدل في الجديد المتن وتحديدا مكتب قاضي الأمور المستعجلة وقد فتح تحقيق بالحادث إذن في بلدة أنبي عثمان البقاعية قتل المواطنان أسعد مصطفى نزهة وفياض محمد زعيتر قبل الظهر بعدما تطور إشكال بينهما على خلفيات مادية إلى تبادل لإطلاق النار وقد نقذت جثتيهما إلى مستشفى دار الحكمة في بعلبك وفاد مراسلنا في بعلبك أن حالة من التوتر تسود منطقة تل الأبيض والنبي عثمان وسط انتشار مسلح كثيف كشفت معلومات قضائية وأمنية عن سرقة قد حصلت في قصر العدل في الجديد وفي التفاصيل أن مجهولين قد خلعوا باب مكتب قاضي الأمور المستعجلة في قصر العدل وحاولوا سرقة وبعثرت بعض الملفات كما حاولوا خلع الخزن الحديدية لكنهم لم يتمكنوا من ذلك وقد فتح تحقيق في الحادث واستدعية العناصر الأمنية ولا يزال التحقيق جاريا مع بعض عناصر قوى الأمن الداخلي الذين كانوا في الخدمة ويرجح أن تكون السرقة قد وقعت في ساعات الفجر الأولى وقد توجه القاضي ناسيب إليا برفقة المحامل السئنافي سامر غانم المشرف على التحقيق إلى المكان اللقاء التشاوري الصيدوي نوه بإنجاز الجيش في عين الحلوي واعتبر أن الشغور الرئاسي أصبح مكلفا ومؤذيا للبناء توقف اللقاء التشاوري الصيدوي في اجتماعه الدوري في مجد اليون عند التطورات الأمنية في مخيم عين الحلوي مستنكرا عملية الاغتيال التي شاهدها أخيرا ونوه بتوقيف أحد أبرز المطلوبين فيه عماد ياسين العنوان الأبرز بالنسبة لأقلوه هو الحوادث التي صارت بالمخيم والاتصالات التي حصلت على هذا الأساس كان بين مخابرات الجيش أو القوة الأمنية الفلسطينية ووضعنا الإخوان بجو كل الاتصالات التي صارت التي هي عنوانها استقرار المخيم واستقرار الجوار لم يغب الوضع السياسي عن طاولة اللقاء إذ تطرق إلى موضوع استمرار الشغور الرئاسي والشلل في المؤسسات نحن من جزيرة معزولة عن البلد الشغور الرئاسي هو عنوان أساسي لكل اجتماع لأنه فعلاً صار عم بشكل نوع من القلق عند الجميع بدون هالمؤسسات ما تقوم بدورها بتضل كل المبادرات التي تصبح على مساحة لبنان مبادرات مبتورة ولفتت الحريري إلى أن موضوع تسليم المطلوبين أنفسهم لاستخبارات الجيش لإنهاء ملفاتهم لا يزال قائماً ضمن الخطوات الحالية أما الموضوع الأساسي في المخيم فيبقى الوضع الاقتصادي والاجتماعي رئيس طيار التوحيد العربي وياموهاب يشدد من عرمون على ضرورة استثباب الأمن الوقائي أولاً دعا رئيس حزب التوحيد العربي وياموهاب إلى إنشاء مراكز أمنية ثابتة في منطقة عرمون والدوحة تحديداً بعد الإشكالات المتكررة التي شهدتها المنطقة أخيراً وشدد خلال لقاء في منزل رئيس بلدية عرمون فضيل الجوهري على أن المنطقة لجميع الناس بكل أطيافهم مطلوب في منطقة دوحة عرمون بعد الإشكالات اللي عبت تصير مؤخرة وبعد ما تبين أنه في سلاح في هذه المنطقة بأيدي ناس غرباء عن المنطقة لما نقول للقوى الأمنية أنه هذه الناس بهذه المنطقة فيها عشرات آلاف الناس تستحق أن يكون الأمن فيها مستتب وتستحق هذه المنطقة أن يجري الاهتمام بها أن يكون هناك في مركز للجيش دائم أو مركز لمخابرات الجيش دائم مركز لقوى الأمن الداخلي أو مكتب المعلومات دائم بالمنطقة نحن نعتبر أمن هذه المنطقة هو من أمن عرمون من أمن الجبل وهذا موضوع ما فينا نتساهل فيه لذلك مطلوب من القوى الأمنية تكثيف الأمن الوقائي في هذه المنطقة يعني قبل ما توقع القصة لازم نشتغل عليها من جهته أشاد رئيس بلدية عرمون بمواقف وهاب وثوابته الوطنية والقومية طالبا منه الدعم بمشاريع إنمائية عدة للبلدة حزب الله وحركة أمل يتعلقان بالحوار الوطني وبالمثاقية مرة جديدة تؤكد كتلة الوفاء للمقاومة في المرة على لسان وزيرها حسين الحاج حسن حرصها على أن يستأنف الأفريقاء السياسيون حوارهم الوطني بهدف الوصول إلى نتائج مرضية لللبنانيين جميعا موقف وزير الصناعة جاء خلال احتفال أقامته جمعية التنمية والإنماء في البقاع لمناسبة ذكرى العشرون لتأسيسها المتزامن مع عيد الغدير في بلدة شعف في البقاع الشمالي حرصونا على الاستقرار حرصونا على تفعيل المؤسسات السورية مثل موار حكومة حرصونا على الحوار الذي بدأه دولة رئيس بلغي قبل سنوات وما زال مستمرا ونأمل منه أن يحيد إطلاق عجلة الحوار عندما يطلب الجمهور وزير المال علي حسن خليل من جهته توقف عند أهمية الحفاظ على المثاقية مسؤوليتنا في الحفاظ على الوطن أن نحفظ ميثاقه الوطني الذي ارتضيناه جميعا الميثاق الذي نظم علاقات اللبنانيين بين بعضهم البعض والذي عجزنا خلال المرحلة الماضية على أن نطبق كل بنوده وكانت كلمة لكل من مفتي بعلبك الشيخ خليل شقير والمفتي الشيخ بكر الرفاعي أكد على أهمية التلاق والعيش المشترك بين اللبنانيين كافة في سوريا معركة حلب على أشدها وحندرات بقبضة الجيش السوري تتواصل الغارات الجوية الكثيفة على الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة شرقي مدينة حلب بالتزامن مع سيطرة الجيش السوري وحلفائه بالكامل على مخيم حندرات شمال المدينة وقالت مصادر في المعارضة السورية أن الضربات الجوية المكثفة صباح السبت استهدفت أربع مناطق ضمن الأحياء الشرقية التي يسكنها أكثر من 250 ألف نسمة ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قتل 25 شخصاً من بينهم سبعة أشخاص كانوا ينتظرون دورهم أمام أحد المتاجر في حي بستان القصر وذلك غدات سقوط نحو 90 قطيلاً في غارات الجمعة التي وصفت بالأعنف على الأحياء الشرقية حيث دمرت عشرات المباني بأكملها ويأتي التصحيد بعد ساعات من إعلان الجيش السوري بدأ هجوم في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب وعلى وقع الغارات نجح الجيش السوري في تحقيق تقدم شمال حلب حيث سيطر بصورة كاملة على مخيم حندرات الفلسطيني عقب اشتباكات عنيفة مع الفصائل المقاتلة وقال المرصد أن هذا التقدم جاء بعد غارات مكثفة شنتها الطائرات السورية والروسية مشيراً إلى أن الجيش يحاول توسيع رقعة سيطرته في شمال حلب لتضييق الخناق على الأحياء الشرقية للمدينة بعد الأعلان اعتصام في ترابلوس على البناء التحتية أحييكم من جديد قائد الجيش يرد على الأخبار بوثيقة تلغي الأعفاء أعطفاً على ما نشرته الصحيفة الأخبار في عددها الصادر يوم الجمعة عن تسهيلات مصرفية لقائد الجيش العماد جانقهوجي وعائلته نشرت الصحيفة وثيقة وردتها من مكتب قائد الجيش صادرة عن بنك التمويل وموجهة إلى رئيس وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف بتاريخ 14 كانون الثاني 2016 تتضمن إلغاء القرار الرابع عشر من محضر الاجتماع بتاريخ 2 تشرين الأول 2015 أي قرار منح قائد الجيش وأفراد عائلته تسهيلات مصرفية وأعلم المدير العام لبنك التمويل الهيئة أن مجلس إدارة المصرف قد اعتبر في اجتماعه أن القرار أصبح لاغياً وكأنه لم يكن حيث أن الكتاب الوارد إلى مجلس الإدارة من مدير فرع البنك في الدورة من أجل الإعفاء من تعبئة استمارة العمليات النقدية قد جاء بمبادرة شخصية منه من دون أي طلب من الأشخاص المعنيين في طلب الإعفاء وتبين أن القرار قد منح قائد الجيش وأفراد من عائلته تسهيلات مصرفية أعلن النائب جورج عدوان أن القوات اللبنانية يمكن أن تتحرك في الشارع بناءً لثلاث نقاط أولها قانون الانتخاب أو أي موضوع وطني يستطيع جمع اللبنانيين أو جميع اللبنانيين المشاركة فيه أو للمطالبة بالحفاظ على النموذج الوطني وأضاف في حديث إذاعي إلى أن القوات ترسم خطة تحرك تلحظ كل الاحتمالات معتبراً أنه يجب تجنب أي عمل يؤدي إلى زعزاعة الاستقرار وبشأن نظرة القوات اللبنانية لتحرك التيار الوطني الحر في الشارع والمحدد في الثامن والعشرين من أيلول والثالث عشر من تشرين الأول قال عدوان البديل من هذه التحركات هي عودة الرئيس سعد الحريري والتفاهم على انتخاب العماد مشيل عون رئيساً للجمهورية علمت صحيفة الجمهورية أن ما تردد عن لقاء عقد في باريس بين رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم يكن دقيقاً ذلك أن اللقاء تم بين باسيل ونادر الحريري مشيرة إلى أن الأخير قد أبلغ باسيل إصرار الرئيس سعد الحريري على ترشيح العماد مشيل عون للرئاسة وأنه يعمل على تأمين الإخراج اللازم داخل التيار وخارجه إلا أن ما عكر الأجواء الإيجابية التي لمسها باسيل في اللحظة التي توجه فيها إلى نيويورك وانتقل فيها نادر الحريري إلى بيروت هي المواقف التي صدرت عن كتلة المستقبل وبعض الشخصيات في التيار الأزرق ووفق المعلومات فإن باسيل قد اتصل بنادر الحريري من نيويورك مستوضحاً حقيقة هذه المواقف وأبعادها فجاء الجواب بما مفاده أن هذا من عدة الشغل لتأمين الإخراج اللازم المملكة العربية السعودية تحتفل بيومها الوطني وتؤكد وقوفها إلى جانب لبنان وحرصها على أمنه واستقراره تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نقلها القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري إلى الشعب اللبناني في احتفال اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في البيال الذي يرمز إلى تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية بمرسوم أصدره الملك عبد العزيز بتاريخ الثالث والعشرين من أيلول عام الف وتسعمائة واثنين وثلاثين ولبنان الذي يشارك المملكة فرحتها بذكر اليوم الوطني لطالما كان البلد الشقيق الذي تشعر بمسؤولية خاصة انتجاهه عبرت عنها بمواقف عديدة أذكر من بينها اتفاق الطائف والمساعدات الاقتصادية المختلفة حضر الاحتفال ممثل رئيس مجلس النواب النائب أيوب حميد ممثل رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل وشخصيات سياسية وسفراء وفي كلمته جدد القائم بأعمال السفارة حرص قيادة المملكة على لبنان وأمنه واستقراره والمملكة العربية السعودية تحث القوى السياسية اللبنانية من منطلق الأخوة على بذل المزيد من الجهود الخيرة لتحقيق هذا الهدف الوطني الذي يصب إليه الشعب اللبناني وكل محب للبنان متمنياً للبنان دوام التقدم والازدهار وأن تحمل له الأيام بشائر الخير لينعم بالاستقرار والراخاء مردداً مع الشاعر الكبير إيليا أبو ماضي هذه الأبيات من قصيدته وطن النجوم عاش الجمال متشرداً في الأرض ينشد مسكنا حتى انكشفت له فألقى رحله وتوطنا واستعرض الفن البلاد فكنت أنت الأحسن في ذكرى اليوم الوطني السعودي تأكيد على محبة المملكة للبنان وعلى تحقيق مصلحته من خلال الدعوة إلى نبذ الخلافات وتفعيل الحوار الوطني البناء رواند أبو خزام قناة الجديد ننظم ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس اعتصاماً في ساحة عبد الحميد كرامي رفضاً لإنشاء محطة تكرير مياه مبتذلة على شاطئ البحصاص لصالح مشروع تجميع شبكات الصرف الصحي في قرب شر والكورة واحتجاجاً على تنفيذ المشاريع الإنمائية بشكل بطيء ما يتسبب بازدحام سير خانق في المدينة ورفع المعتصمون لافتات طلبوا فيها بحقوق أبناء طرابلس وبتنفيذ مشاريع البنى التحتية بأسرع وقت ممكن قبل حلول فصل الشتاء بعد الإعلان مطلق النار في واشنطن بالصورة أهلاً بكم من جديد في واشنطن أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار داخل أحد المراكز التجارية ليلة الجمعة وذكر المتحدث باسم شرطة ولاية واشنطن بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن مطلق الرصاص الذي فره من الموقع من أصول لاتينية وأقدمت الشرطة على أقفال الطرقات المؤدية إلى مركز كاسكيد التجاري في مدينة بيرلينغتون وطلبت من المدنيين عدم التوجه إلى موقع الحادث ونشرت الشرطة في وقت لاحق صورة التقطتها كاميرات مراقبة في المركز التجاري وقالت أنها للمشتبأ به وهو يطلق الرصاص من رشاش آلي وكان يرتدي ثيابا رمادية وقد شهد للمرة الأخيرة وهو يتوجه سيرا على الأقدام إلى طريق سريع قريب من المركز التجاري بعد زيارته العراق أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن عملية محاصرة الموصل ثاني أكبر مدن العراق يفترض أن تبدأ خلال الأسبوع القليلة المقبلة تمهيدا لتحريرها من تنظيم داعش وقال فالون بعيد زيارة العراق استمر ثلاثة أيام على الرغم من أن الموصل مدينة كبيرة ومعقدة لأنها ستسقط وستسقط قريبا جدا وأضاف أن القوات العراقية بدأت بالتحرك إلى منطقة تجمع استراتيجية تحضيرا للهجوم ويفترض أن نكون قادرين على طرد داعش من العراق خلال الأشهر القليلة المقبلة كان في النشر قتلان في إشكال في النبي عثمان بعلبك وهاب من عرامون لتكثيف الأمن الوقائي في المنطقة وتستحق هذه المنطقة أن يجري الاهتمام بها أن يكون هناك في مركز للجيش دائم سرقة في قصر العدل في الجليد حلب تحت الغارات والجيش السوري يسيطر على مخيم حندرات النشرة انتهت مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا الجديد على فيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز نعود ونلقاكم في نشرة الثامنة شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة